جاء عادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبق بأنواعه ومنتجاته بقرار من سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا على اهتمام مملكة البحرين بمكافحة التدخين لما له من أثار سلبية على المجتمع وأفراده ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبق بأنواعه ومنتجاته طلعت بالعديد من المهام التي حققت نتائج إيجابية على مختلف الأصعيدة أولت مملكة البحرين اهتماما كبيرا بمكافحة التدخين والتبق بأنواعه ومنتجاته حرصا منها على خلق مجتمع صحي والتحييد من العادات السلبية التي تضر الأفراد ومحيطهم ولهذا السبب وفي عام 2009 شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبق بأنواعه ومنتجاته والتي تم إعادة تشكيلها مؤخرا بقرار من سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتعد اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين مضطلعة بالعديد من المهام وأبرزها القيام بإعداد الدراسات والإحصائيات التي توضح حجم مشكلة استخدام التبغي ومنتجاته ومدى انتشاره بين فئات المجتمع المختلفة ونوع وحجم الأمراض الناشئة أو المرتبطة بالتدخين وتقديم التوصيات التي تؤدي إلى الحد من التدخين وتبغي بجميع أنواعه بالإضافة إلى وضع القواعد التي تضمن حماية الأغذية من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخين كما تقوم بتوعية المجتمع إعلاميا بأضرار التدخين وتبغي بأنواعه بالتعاون مع المؤسسات المختصة أيضا تقوم اللجنة بدراسة التقارير التي ترفعها وزارتي الصحة والصناعة والتجارة عن أعداد المرخص لهم باستراد وتوزيع وبيع وتقديم خدمات التبغي كل ستة شهور ومراجعة واختراح الحد الأعلى المسموح به من النكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة بشكل دوري كما أن اللجنة تتابع تنفيذ القرارات وتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس وزراء الصحة الخليجي ومنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين بالإضافة إلى وضع القواعد التي تضمن حماية الجمهور من التلوث الناتج عن التدخين وتصميم وتنفيذ برامج فعالة في أماكن مثل مؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة ونظير جهود اللجنة منذ عام 2009 وإلى هذا اليوم فازت مملكة البحرين بجائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين في مايو الماضي حيث تمت الإشادة بجهود حكومة مملكة البحرين وحرصها على مواصلة العمل لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره وما توليه من أهمية بالغة لمكافحة آفة التفق حيث إنه ومنذ تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين حرصت اللجنة على تنفيذ إجراءات رائدة لمكافحة التفق في المملكة لتثبت مملكة البحرين سيرها على خطا ثابتة من أجل مجتمع سليم آمن ومعافى من مخاطر التدخين